اشتركوا في القناة التيار يتحرك غدا ويذكر الخصوم الآن تذكرتم النزوح؟ أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع أوتيفي.com.lb وعلى قناة كوتيفي على يوتيوب وحساباتنا على تويتر فيسبوك انستجرام وتيك توك الأنظار نحو لقاء المجموعة الخماسية الدولية اليوم في الدوحة وسط تسريبات عن خفض مستوى التمثيل الأمريكي في مؤشر مسبق واضح إلى الفشل أما محليا فتخبط وضياع سواء على مستوى مصير حاكمية مصرف لبنان ودور نواب رياض سلامي في المرحلة المقبلة أو على خط التنسيق اللبناني السوري الذي يتهرب منه وزراء ويزايد فيه وزراء آخرون غير أن البداية من ملف النزوح السوري فقد تواجه التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى المزيدين بالرسالة الآتية في المرة المقبلة لا تنتظر سنوات لملاقاتنا عام 1989 دعوناكم إلى التحرير فاستفقتم سنة 2005 وعام 2011 حذرناكم من خطر النزوح السوري فذهبتم إلى عرسال لتزايدوا باستقبالهم واتهامنا بالعصرية أما عام 2019 فرددتم مع ثوار الكذبة شعار النازحين جوه وجبران بره وأضاف التيار أما إذا استفقتم عام 2023 فصح النوم وخير أن تأتي صحوتكم متأخرة من أن لا تأتي أبدا إلى ذلك ينظم التيار غدا تحركا في ملف النزوح تفاصيله في تقرير سينتيا يمين في مقابل الصمت المطبق للمراجع الرسمية والأسيام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التزام بالمواجهة يخوضه التيار الوطني الحر اعتراضا على قرار البرلمان الأوروبي المطالب بإبقاء النازحين السوريين في لبنان بداية سلسلة التحركات الشعبية من وقفة احتجاجية دعا إليها التيار يوم الثلاثاء المقبل في 18 تموز الساعة السادسة والنصف مساء على أن يحدد مكان التحرك قريبا وذلك رفضا لانتهاك السيادة اللبنانية وتغيير الهوية اللبنانية ولحث المراجع الرسمية والمجتمع الدولي على تغيير هذا القرار الظالم والمشحف بحق الشعب اللبناني وبحق الإرادة والسيادة اللبنانية ومن الخطوات اللي إلنا بدنا نعملها كمانا هي التوجه نحو دول أو سفرات الاتحاد الأوروبي وسفارة الاتحاد الأوروبي بلبنان من أجل إصار الرسالة مفادة بالدرجة الأولى أنه نحن غير موافقين على هذا الأسلوب الذي يعتمد بموضوع النازحين السوريين وهيضا الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل لأنه واضح أنه توطينهم جاي على الطريق منشوف أنه بمؤتمر بروكسل مش الأخير اللي قبله صار في توصية باستبدال عبارة النازح واللاجئ بعبارة المندمج منشوف أنه الجمعيات اللي موجودة باللبنان تحت مصمعيات الأنجي أول وأنه هن عم يساهموا بتخفيف وطقة هيدا على اللبنانيين منشوف كيف يتعاطب خطط من أجل دمج هؤلاء النازحين في المجتمع اللبناني وأبقاؤهم فيه التحرك التياري يأتي في سياق سلسلة من الخطوات والتحركات التي نظمها التيار من مؤتمرات مركزية ومناطقية واقتراحات قوانين حول النزوح السوري لينفرد في المواجهة السياسية على الرغم من حملة الاتهامات التي طالته بالعنصرية التيار الوطني الحرب يعني وتكتل لبنان الأوي كان هو بالدرجة الأولى والوحيد اللي قدم اقتراحات قوانين للمجلس النيابي من أجل إقرارها ووضع حدود لكثير من التفلط والمشاكل اللي عم تجينا من وراء النزوح بدءا من عدم أعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومة القيد من موليد 2011 وما بعد لأنه في موليد سوريين يستحصلون على إفادات أنهم مكتومة القيد مش وسيء ولاد إبنان سوريين وهذا بيؤدي لتجنيسهم وتوطينهم اقتراحات قوانين متعلقة بتعديلات على قانون إقامة الأشياء في لبنان والدخول والخروج من وإلى لبنان خلال 13 عاما كان موقف التيار الوطني الحر مبدئيا وثابتا في المقابل أطراف أحزاب سياسية دعمت الدخول العشوائي ورفضت عودة النازحين تعيش اليوم استفاقة متأخرة معبرة عن مواقف نقيضة لمواقفها السابقة أما التخاذل لبل التواطؤ الرسمي فمستمر من النائب النفس المقاطي عام 2011 إلى الصمت المتمادي اليوم جيد أنه بعض القواء السياسية اللي كانت تتحاول يعني تشتغل ضدنا بهيضا الموضوع واستعملت النكد السياسي أصبحت اليوم يعني على الأقل نظريا وشفاهة بتحكي بهيضا الموضوع لكن دون خطوات عملية للأسف الكبير أنه رئاسة الحكومة الممثلة بشخص رئيسا نجيب مئاتي غير أنه يعني تتعدى على كل مقومات الدستور والصلاحيات اللي موجودة بالدستور أيضا فيما يتعلق بواجب أساسي ووطني بغض النظر كان رئيس حكومة أولاء بقيامه بمواجهة موضوع النزوح والقرارات الدولية اللي جاي بهذا الاتجاه نشوفه اليوم هو ينتهج سياسة الصبت المطبق إذا ما قلنا كان هو مشارك بهذه المؤمرة من أجل مصالح أو من أجل إعفاءات يتوخع أنه ينال متأخرين 13 عاما وصل بعض الأطراف السياسيين إلى ما حذر منه التيار الوطني الحر منذ أول عبور لأول نازح عبر الحدود عام 2011 كانوا أول من اتهم التيار بالعنصرية فيما هم اليوم يتبنون ما قاله الرئيس العماد ميشيل عون من على منبر الأمم المتحدة في العام 2018 رافعا خريطة انتشار النازحين على كامل الأراضي اللبنانية مؤكدا موقف لبنان الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة الآمنة والمستدامة للنازحين والرافض كل مماطلة أو مقايدة في هذا الملف الكياني أو الرابط بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي والرافض قطعا لأي مشروع توطين سواء لنازح أو للاجئ يويو الدولار يتأرجح من جديد بعد الاستقرار النسبي منذ شهر رمضان المبارك على سعر صرف وسطي 92 ألف ليرة مسرحية ديجافو عند كل استحقاق يقترب لكن المفارقة هذه المرة في التوقيت المتزامن مع الحركة السياحية الناشطة جدا للمغتربين والسواح في المناطق اللبنانية كافة ما يعني أن العرض كبير وأن المنطقة يقول بانخفاض سعر الصرف للعكس هذا الأمر يشير إلى قطبة مخفية وراء هذا التلاعب الذي تزامن مع تلويح نواب حاكم مصر في لبنان الأربعة بإعلان استقالتهم بعد اشتماعهم يوم غد الاثنين الحقيقة توقيت التحرك الدولار مشفوه وما بيدل أنه هي العلاقة بقصة نواب الحاكم لأنه قصة نواب الحاكم كان ممكن تكون العملية مستمرة وتكون قبل النهار السبب ومجرد مصالة هالموضوع بعطلة الأسبوع معناتها بتنعمل بنهار صيرفة غير موجودة ونعملت بشكل مفاجئ وأكيد هذي يعني أمر مدبر وخصوصاً أنه الدولار رجع ونخفض بسرعة يعني كانت العملية أبو ساعتين ثلاثة وبالتالي أنا بعتبر أن هذه نوع من عملية أولاً ممكن تكون نوع من رسالة من المضاربين تتعلق بموضوع صيرفة اللي هيقتل تهمه أنه ضل صيرفة وبالتالي يمكن تكون عملية جس نبض من المضاربين ليشوفوا قدرة السوق كيف عم بتكون لحطا يحضروا حالهم لما بعد مرحلة رياض سليمة في حال ما كان فيه صيرف أو كان فيه مشهد آخر يعرفوا كيف يمكن تصرفوا بالسوق بس هو مستمر لحد اليوم بعده عميله لا هو بالحقيقة اللي صار اليوم أنه رجع تطلع نجزة أنا بعتقد النقطات أنه عملية المضاربة هي شو؟ عبارة عن عرب أو طلب سريع بالسوق بصير بغير الموازين بالسوق بسرعة خصوصا أنه السوق صغير وبعطلة الأسبوع بيكون أصغر حتى الأيام العادية لأنه صيرفة ما تكون موجودة وبالتالي أنا بعتقد لأنه عمل هذا الضرب طلب عمل طلب على الدولار بشكل كبير واشترا وما نرجع بيعهم كلهم يعني نرجع بيع أسهم بحيث ترك السوق إلى حد ما يحتاج بعضه إلى الدولار لا يترك هذه العملية ما هي معلقة ربط ارتفاع سعر الصرف بصيرفة يؤشر وفق مصادر مطلعة إلى أن التلاعب بسعر الصرف يشكل اختبارا أو عملية جسنبط لما قد تقول إليه الأمور في حال إلغاء صيرفة فيما يربط فرح خدة السوق بالمضاربات في تحليل المصادر المطلعة فإن اللاعب بسوق الصرف بعد استقرار لأشهر يشكل تمهيدا للتمديد للرياض سلامة على قاعدة أن ما بعد سلامة هو الطوفان بالموازات توقعات متضاربة بشأن مصير الحاكمية قبل حوالي 15 يوما على انتهاء ولاية سلامة ففي حين يرى بعض المحللين السياسيين والخبراء الاقتصاديين أن لا نية للنواب الأربعة بالاستقالة حاليا وأن اشتماعهم يوم غد هو لتقييم المرحلة السابقة يجزم البعض الآخر بأن قرار الاستقالة الجماعية قد اتخذ لأنهم يرفضون تسلم المهام بعد انتهاء ولاية سلامة من دون تغيير في الاستراتيجية والمنهجية القائمة ومن دون إصلاحات جذرية يتخذ القرار فيها البرلمان والحكومة علما أن خطوة الاستقالات كان يفترض أن تكون خلال السنوات الثلاثة السابقة في حال وجود هذا التعارض بين نواب الحاكم والحاكم وإذا حدثت سيناريو الاستقالة لا تصبح الأخيرة نافذة ما لم تقبلها حكومة تصريف الأعمال العاجزة دستوريا عن تعيين حاكم جديد وبالتالي يصبح نواب الحاكم مجبرين على الاستمرار بأعمالهم والأمر نفسه ينطبق على النائب الأول وسمنصوري في حال استقالته لكن لا بد من الإشارة إلى احتمال أن يستنكف نواب الحاكم عن ممارسة أعمالهم حتى لو رفضت الحكومة استقالتهم وهو ما سيشكل ذريعة يتخذها ميقاتي ووزير المال لتأمين تخريجة عبر قرار التمديد الإداري لسلامه من خلال تكليفه بالاستمرار بتسيير الأعمال ريث ما يعين وحاكم بديل على غرار ما حدث عام 1984 فحينها بقي الحاكم ونوابه بعد انتهاء ولايتهم لمدة خمسة أشهر حتى تعيين حاكم ونواب جدد لكن هذه التخريجة غير قانونية أيضا بحسب مصادر قانونية قلت بوجوب تعيين حارس قضائي في حال استنكف النواب الأربعة وليس خفيا على أحد أن رئيس المجلس النيابين بهبر يرفض تسلم منصور قرة النار حتى أن البعض اعتبر أن بيان نواب الحاكم أرنب من أرانب بر الذي أيد في تصريح سابق تعيين حاكم جديد عن اعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات لكن لا حزب الله يوافقه ولا حتى رئيس الحكومة الذي لا يريد استفزاز المسيحيين وبالعودة إلى الدولار قد لا يكون ارتفاعه المفاجئ مرتبطا حتميا باستحقاق الحاكمية لكن الأكيد أن الغموض الذي يلف الملف وأن القلق من مصير منصة صيرف بالإضافة إلى ضبابية مشهد المرحلة المقبلة وما ستفرزه من توازن جديد في السياسة كما في السوق المالية كلها عوامل ترجح بحسب المصادر المالية المسارة التصاعدية للدولار واحتمال وصول سعر الصرف إلى أرقام قياسية ما لم توضع آلية واضحة لكيفية التعاطي مع السوق لضبط سعر الصرف هجوم ونلافت من صحيفة الأخبار على بر في أسرار اليوم على عكس مايرد بغالبية الصحف لا معطيات وقعية حول حوار التيار والحزب بسبب التكتم الشديد للطرفين يصر محلل سياسة يؤيد ترشيح قائد الجيش على أن الثنائي لن يمانع انتخابه عندما تضق الساعة لفتت الهجم اللي شنت صحيفة الأخبار على الرئيس نبيه بر بموضوع أحداث الشيح وتحميله المسئولية عن عدم المعالجة لقاء بين وليد جنبلاط وبشير الجميل في تاريخ اليوم في خضم الاشتياح الإسرائيلي للبنين وعلى وقع تبادل التخوين والاتهامات بالعمالة وبوقت شكل الرئيس ليسر كيس هيئة انقاذ وطني ضمت بصفوف قادة الميليشيات عقد ب17 تموز 1982 لقاء بقصر بعبدة بين وليد جنبلاط وبشير الجميل تحت عنوان محاولة تذليل العقابات ووضع تصور جديد للبنين غير أن اللقاء لم يكتب له النجاح أولا بسبب التباعد الكبير بالمواقف وثانيا بسبب اختيال الجميل بعد شهرين تقريبا نشرة مستمرة بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ذخائر المرأة السامرية التي قابلت يسوع عند بئر يعقوب تزور كنيسة النبي في بيت مري فمن هي القديسة فوتني وكيف كانت مسيرة حياتها تقرير أدمى فرح فجاءت امرأة من السامرة لتصدقي ماء فقال لها يسوع أعطيني لأشرب فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية هذه المرأة السامرية التي أمنت بيسوع المسيح واعتمدت على يد الرسل أصبحت فيما بعد القديسة فوتني وهو اسم يوناني يعني مضيء أو منير أو مشرق فما قصة المرأة السامرية وكيف أصبحت قديسة الأديسة فوتني من عصر الرسل هي المرأة السامرية التي تحدث إليها الرب يسوع على بئر يعقوب فبالتالي من بعد قيامة الرب والعنصرة هي بيوم العنصرة تعمدت على يد الرسل وذهبت مع ولديها وأخواتها وراحوا يبشروا بشمال أفريقيا ووصلوا إلى قرطاج وكان في عندها واحد من ولادة يعني قائد بالجيش الروماني ووقت اللي نيرون أثار الاضطهاد على المسيحيين قالوا لكم يعني عرف طبعا أنه ابنه هو مسيحي وطلب منه أنه يجو أهليته فهي حملت حاله وراحت إلى روما وهنيك هو أوضعا بالسجن حتى ينكروا المسيح ولكن هن ما أنكروا وبالآخر هي ماتت شهيدة هذا نهر الماء الحي اللي بشر في المسيح الذين يؤمنون تجري من بطنهم أنهاره ماء حي هذه نعمة الروح القدوس اللي بتشتغل بالإديسين ذخائر القديسة ستزور كنيسة النبي إليا في بيت مريد تزامنا مع احتفالات عيد مارليس أكبر جزء من جسد الديسي موجود بدير الإيفيرون بجبل المقدس آثوس بقى في بيقليت الديسي حني بيكارييس اللي عاصمة الجبل في جزء مننا وهذا من هناك نحنا جبنا من الشيخ انتيباس هالذخيري اللي هلأ موجودة يعني بزيارة لبيت مريد حتكون من يوم الثلاثة بعض الظهر باستقبال على مستديرة بيت مريد الساعة ستة ونص وبتبقى إن شاء الله إلى الأحد الذي يلي بقى هذي بركة كتير كبيرة عنا ببيت مري إن شاء الله وحيكون في صلوات دديس يومية مصاحبة قبل عيد مارليس ويوم عيد مارليس وبعد عيد مارليس وعملين طبعا مهرجين فيه كل شي فيه تقولوا ترفيه ترفيه للأطفال عشر رعية يوم الخميس مساء ويوم الجمعة في حفلة زجل لشاعر حبيب أبو أنطون فبركات سماوية وأفراح أرضية مجتمعة معهم بعيد مارليس اسمها للأطفال فوتيني يرجح أنها حملت الاسم معناتها المستنيرة منيرة لأنها استنارت من المسيح وحملت هالنور إلى العالم فإن شاء الله بقدومة إلى لبنان بتحمل هالنور وتبدد الظلمات الموجودة وترجع شمس العدل على هالبلد على أمل على أمل أن يبقى هذا البلد أرض القداسة وعلى المثال الكنيسة التي أسسها يسوع المسيح بحيث ورغم كل الصعوبات أبواب الجحيم لن تقوى عليه شاطئ صور يستقطب الألاف من الرواد أمن وأمان وأطيب لئمة وللمغيب سحر خاص مريا يامين والعاني على شاطئ صور لا يزيل شاطئها المدينة التاريخية بيستقطب بطبيعته الرملية ونظافته المشهود لإلى الألاف من عشاء البحر اللي بيقصدوا من مختلف المناطق اللبنانية وحتى الدول لا يستمتعوا بوقتهم إن كان من خلال السباحة تمتعوا بلفحة الشمس أو حتى ممارسة الرياضات الشاطئية شي روعة شي رائع جدا جدا متمنى الكل يجي ويتأكد من صور من حضوره وعننا حبيب بكل لبنان نزارونا وبيعرفوا هالشط الحلو هالأزواء الحلوة عطول البحر صور نمبر وان للبلدية دور كبير بتعزيز صورة المدينة السياحية من خلال توفير الأمن والأمان والتنظيم اللازم من دون ما ننسى طبيعة أهل صور المضيفين اللي بيستقبلوكم بالترحيب أهلا وسهلا فيكم شاط صور ونتمنى تشاهدكم نتمنى كمان كل من الشرق من الغرب من الشمال من أي منطقة بلدنا نيجوا وزوروا هالشط الحلو وهالرام الحلو بوجود العالم بوجود الطمقنين الموجودة شط غير شكل في أمام بقلبه في منقزين ليله المديني وشطئة ما بيقلو زحمة وجميلا عن انهاره فسحر المغيب آسر وأفضل طريقة للبعد عن الضوضاء والضجة مع أجواء حلوة وأطيب لئمة نتابع بعد الفاصل أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا اليوم يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطيين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من أيلول المقبل قفزت عقود القمح في الأسواق العالمية بعد إعلان روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق السابق كذلك ارتفعت أسعار غلات زراعية أخرى ومنها الذرة وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملان ديمتري بيسكوف أكد إمكانية عودة روسيا إلى الاتفاق على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها ومن جانبها قالت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجات الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد صفقة الحبو بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر